نكمل الجزء الآخر من البلون and soft tissue هو الجزء الخامس وصلنا البريفرال نيرفشي تيومر اللي هي اول واحد رح ناخذه نيروفايبرومة نيروفايبرومات is not encapsulated tumor arising from the peripheral nerve we have three main types either localized type اللي يكون على شكل polyboid ممكن يكون solitary or multiple وعدنا البلكسي فورم نيروفايبرومة وعدنا الديفيوز نيروفايبرومة الملتبل localized type والبلوكسي فورم نيروفايبرومة والديفيوز نيروفايبرومة usually associated with the neurofibromatosis type واللي هو boundary housing disease while 90% of localized type of neurofibromas are solitary كل النيوروفايبرومة اللي الملتبل وخصوصا البلكسي فورم عندها رسك تقليبا 3-10% for malignant transformation for malignant peripheral nerve sheath tumor هذه الخطلات الى 10% تمثل على الرغم من هي قليلة بس تمثل 50% من malignant peripheral nerve sheath tumor هذا tumor طبعا aggressive tumor aggressive soft tissue tumor 50% من الحالة اللي هي malignant peripheral nerve sheath tumor هي arising from multiple neurofibromas especially البلكسي فورم type كهيستولوجيش راح نشوف خلينا اوشي gross grossly we have this one اللي هو localized type هذا اي واحد ممكن يصير به مشهرط under neurofibromatosis واذا كانت multiple عادي نصير مع neurofibromatosis type 1 هذا البلكسي فورم وهذا diffuse type أو multiple type كهيستولوجيش راح نشوف راح نشوف راح نشوف هذا البلكسي فورم type and the spindle cellotumor spindle cellotumor and encapsulated without capsule characteristic feature مالتا ان يكون wavy nucleus wavy wavy nucleus and wavy collagen fiber يعني مرات oxymocerpentine or snake like nuclei with wavy collagen fiber these are gross and microscopic features of neurofibromatosis طبعا ممكن يكون disfiguring tumor خاصة لما يكون diffuse type يعني diffuse type يأتي على شكل subcutaneous large mass disfiguring وهذا البلكسي فورم يكون affecting major nerve وهذا removal المنتا طالح من major nerve أو nerve fiber nerve trunk فلما يسوي الاكسيجين يمكن يطخون nerve يساعدنا neurological deficit الشوانومة 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 is a benign peripheral nerve sheet tumor يوجد encapsulated هذا يكون part of neurofibromatosis type 2 type 1 type 2 ويوجد بلاترال شوانومة بلاترال بلاترال شوانومة أكاستيك نيورومة الموجودة موجودة بالسيربلوبنتاين أنجل سيبي أنجل سيربلوبنتاين أنجل حتى كميزة عن fibromatosis type 1 نيورو فيبروماتوس type 1 بينما الشوانومة نيورو فيبروماتوس type 2 إضافة بالنيورو فيبروماتوس type 2 بالإضافة إلا الشوانومة البشيء يكون مور لعبال for meningioma والإبن دايمومة لكن نيورو فيبروماتوس ليس موجودة نيورو فيبروماتوس type 2 كهيستولوجي ما نرى هو الشوانومة إنكابسوليات 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 تيومر هذا التيومر هو فعلا نحظم بها true capsule وهيستولوجي كومبوز of two areas cellular and hypocellular السيليلر نسميه أنتوني A والهيبو سيليلر نسميه أنتوني B من أنتوني A بديز يعني هذه أو هذه هذه سيلير بديز نسميها بروكا بديز بروكا بديز اللي يشوني عبارة عن منطقة فيبريلاري ماتيريال وحواليها نيوكلياء مصفوفين صف باليسيدنغ مصفوفين حوالي الفبريلاري ماتيريال الموجودة ويكلاجين هذا نفس الشيء فهذا نسميه بروكا بديز هذا نسميه فهذه فهذه نيورو فيبروماتوسيس تقريبا خلصنا مواضع السوفتشوب نحن نزول ستقريبا النقص نقص نحن نعمة نعمة مسكيلولوجي نعمة الأمراض سأستطيع نعمة المطلوب المطلوب الدوشن موسكولا ديستروفي والبيكرز موسكولا ديستروفي راح نحكي عليها السريحة ناخدها الدوشن الدوشن موسكولا ديستروفي عبارة عن X-linked disease due to absence of dystrophin dystrophin protein هذا مهم بعملية المسل فغياب dystrophin يدى الى impairment of the contractility of the muscle وبالتالي الى degenerative changes Diagnosement clinical diagnosis اضافة الى histological diagnosis with biochemical stain اللي راح نشوف هنا انه dystrophin absence absence of dystrophin protein in the tissue وراها يبدأ يتحرك عنده شوية ديليد بالميلستون يعني بصراحة موسكولا موسكولا ديزيز على موسكولا يعني موسكولا 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 والموسكولا والإضافة للسكليتال ماسل الكارديك موسل موسكولا 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 يولد المريض الطبيعي تقريبا بسورة فترة حتى يقوم من أربع سنين تقريبا من ثلاثة سنين اربع يبدأ عند الويكنس وخصوصا بالبروكسيما المصل أوذيثاي حتى يوقف على حاله سنسميه القوار ساين أو القوار منوفر حتى يوقف بهذه الطريق هاي بعدين نرفع جسمه هاي شيء بعدين نحتمد عليه ديور الدوليه بهذه الطريق يقوم من تكو تك و بعدين نرتفع عندنا ويكنس هنا هاي طريقة ما الوقوف مالته يستمر الديتروريش مالته يستمر الى ان يوصل المصل أوف ذي تشيست وتعرفون المصل أوف ذي تشيست يعني الخصوص المصل يساعدهم ان يخلوهم على الميكانيكال فنتليتر حتى يتنفذ وعادتين بالعشرينات إذا بدون الميكانيكال فنتليتر يتوفون اكفت شيء هنا يسمى سودو هايبرتروفي هاي الكالف مصل تلاحظوهن بس الطبيعون فوق الطبيعين منفوخة فعبانك هي مسكولر هايبرتروفي بالواقع هذه هي نوع القصف هذا بالأقضاء لفاتي لوضع القصف المصل يعني في فاتي شو راح يستمر الى انه سكيستر حلق القصف المصل كيهستوارجي راح اللاحظ عندنا سكيستعمل فايبر اقضاء وعندنا رجينرات المسلس يعني ساعدنا ديجنرات المسلس وراء تستقر الحال ان يجينا فابلس تيشو وراء يجينا الفات تيشو هذا الفات تيشو اللي شفناه بالكالف مصول صار عدنا سيدو هيبرتروفي سيدو هيبرتروفي البكر موسكور ديستروفوه شبيه بالدوشن ديستروفي بس ونفس الشام يكون بالمال يكون ليس سيفير يعني موجود عندنا ديستروفين بس يكون ابنورمال يكون ابنورمال ديستروفين ونفس الشيء بس يستمر يعيش بدون ما يتوافق يعني هذا ممكن يطول يعيش حياة بس يكون عندنا مسكولر وعندنا منطل ريتارديشن توقف هنا احسن وكيف يكون كمنا السكليتا سوف تشو ومثل ما قلت هذا هو كرار العملي المطلوب هو الصور المطلوبة اللي خذناها بهذه الفيديوهات المتكررة اللي تقريبا صارت خمس فيديوهات اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله و ان شاء الله على خير